اشتركوا في القناة 18 نوفمبر طبعا كوكب عطارت بتراجع عادة ثلاث مرات في كل سنة هاي المرة الثالثة اللي رح يتراجع فيها رح يتراجع ما بين سنتين يعني رح يتراجع ما بين اللي هي نهاية 22 لغاية بداية 23 معناته فيه كمان اكثر من تراجع في 23 بالنسبة لكوكب عطارت رح يبدأ بالتراجع صباح يوم الخميس 29-12 بيبدأ التراجع فيه تمام الساعة 39 دقيقة صباحا ورح يستمر في التراجع في نفس برج الجدي حتى يوم 18-1 أو 18 نوفمبر لغاية الساعة 11-12 دقيقة بعد الظهر بالنسبة لتراجع عطارت معروف إنه هو لأنني عملت حلقات كثيرة عنه فهو له تأثير كبير على حياتنا أثناء فترة التراجع بنشعر بالتشويش في حياتنا اليومية وبتبدأ التأثيرات السلبية للتراجع اللي هي قبل حدوث التراجع بثلاث أيام وبعد انتهاء التراجع ثلاث أيام من المجالات الرئيسية اللي رح تتأثر سلبا من تراجع طارد أول شيء هذا كوكب الاتصالات والمواصلات إذن الاتصالات ورح تتعطى الهواتف بصورة مفاجئة ممكن نضيع رسائل في بريد أو يتأخر طارد بريدي أكثر من المعتاد بالإضافة بما أنه العلاقة بالمواصلات هنا بتكتظ حركة المرور بالشوارع أكثر وننتظر في السيارة أكثر من المعتاد وبرضو بالفترة هاي بتكثر حوادث السير بشكل ملحوظ وبتزيد سرقة السيارات لا سيما السرقات وسرقة السيارات أو أعطال السيارات وخصوصا من ناحية كهربائية أو ميكانيكية برضو منلاحظ أيضا في هاي الفترة أنه عدد من الأجهزة الكهربائية في البيت بتتعطل بصورة فجائية دون سابق انذار مثل جهاز التلفزيون أو أجهزة إلكترونية في البيت كومبيوتر مثلا ثلاجة غسالة أشياء من هذا القبيل في فترة اللي بتراجع فيها برضو يجب الحذر أثناء توقيع على عقد ما لأنه بالفترة هاي لازم نتفحص بنود العقد بشكل جيد عشان ما يكون فيه بند هيك أو هيك يكون فيه نوع من أنواع التلاعب يلحق أضرار بالشخص صاحب العلاقة أو إذا بكون من الأفضل تأجيل توقيع العقود بعد انتهاء التراجع بيكون أفضل ولكن إذا بده يوقع على العقد إجباري بده يتفحص بنود العقد بشكل دقيق جدا في فترة التراجع برضو ما بنصح أي شخص أي شخص من كفالة أي شخص آخر ماليا لأنه يعرف أنه هاي الفلوس يا ما رح ترجع يا رح يطلع عينك لحديث ما يصدق إياها في فترة التراجع برضو ملاحظ عدم استقرار الوضع المالي بصورة عامة وعلى الأشخاص اللي بيشتغلوا في المضاربات في سوق المال في البورصة أو بيتعاملوا بتغيير العملات ما يعني بدهم يكونوا أكثر وعي لأنه الأسعار في هاي الفترة بتذبذب في كل الاتجاهين يا بتطلع بشكل سريع يا بتنزل بشكل سريع فعشان هيك بتكون غير مضمونة أما بالنسبة للأمور السلبية علينا كأشخاص فهي النسيان والتشويش اللي رح يصيبنا ممكن نفقد حاجيات لا سيما مفاتيح أو أوراق ثبوتية وبرضو بتكون عصابيتنا عالية جدا وقدرتنا على توضيح وجهة نظرنا بتكون ضعيفة عشان هيك بصير الحق علينا مش على الطرف الآخر خصوصا لما نيجي من ندافع عن حالنا أما بالنسبة لمجال الدراسة فهون بتخف القدرة على الاستيعاب وبتزول الرغبة في الدراسة أو الالتحاق بدورات دراسية أو اللي بيكون مشترك في دورة تعليمية مثلا بتغيب أو بتخلف عنها فهنا ما بدكوا تعتمدوا نهائيا وخصوصا اللي عندهم امتحانات أو عندهم دراسة ما يعتمدوا على الحظ وبدهم يعتمدوا على تكرار المحاولات والدراسة لحد ما ترسخ المعلومة بشكل جيد طبعا أكثر الأشخاص اللي بدهم يحذروا صحيح أنه هو بده يتراجع في برج الجدي معناته موليد برج الجدي هم اللي بدهم يحذروا ولكن في برجين هدولة دائما عند كل تراجعهم بدهم يحذروا اللي هم موليد برج الجوزاء وموليد برج العذراء أو اللي طالعهم جدي جوزاء عذراء ليش الجوزاء والعذراء؟ لأنه كوكب عطارد هو المتحكم بهم وهو كوكبهم فعشانك لما بيتراجع هم بيتأثروا لما بصير سلبي هم بيتأثروا لما بصير سعيد هم بيتأثروا وين مكان في أي برج طيب إيش التأثيرات على جميع الأبراج بالفترة القادمة وإيش اللي يجب إنهم يحذروا منه لأنه تراجع سلبي مهما كان دائماً نحط التراجع سلبي ما منحط له إيجابيات برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعاً المركز الاجتماعي والعلاقة مع المسؤولين علاقتكم بالعمل أو علاقاتكم بالعمل هنا بتميلوا لإهمال أعمالكم مشاريعكم اللي متوكلين بإنتمامها أو إنجازها ممكن تتعرض سمعتكم الاجتماعية لبعض الشبهات أو المواجهات أو التلفيق فعشان هيك عليكم تتحلوا بالصبر وما تتعصبوا كثير رد على أساس الدافع عن حالك اترك الموضوع لحاله بينحل وحاول أنك تحط الأدلة الدامغة مش بس عصبية برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعاً هو تراجعه رح يكون في البيت التاسع يعني اللي عنده سفر بده يتفقد عن متعته بشكل جيد أو راقه ثو بتيته يروحوا يبل موعد الطيارة عشان ما تروح عليه الطيارة مثلاً إذا بده يسافر عن طريق البر يتفقد السيارة بشكل جيد ما يستعجل أثناء القيادة اتصالات البعيدة برضو ممكن أن تصير فيه تأخير أو مشاكل مع أشخاص خارج البلاد أو سوء تفاهم مع أشخاص خارج البلاد بالأمور القضائية بدك تنتبه ما تتخلف عن قضية أو تنقص بعض الأوراق اللي انتبهتنا قيادة القيادة الأماكن المجهولة عليك الحذر من الوعود لأنه في هاي الفترة قل ما يتم الوفاء بالوعود يستحسن تجنب السفر إذا أمكن ولكن إذا كان اضطراري يعني بدك تأخذ بالأعذار اللي ذكرناها أو التحذيرات اللي ذكرناها برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا هنا التركيز على الأموال المشتركة اللي بتيجي من القروض من الميرات من البنوك من الضريبة من التأمين هاي كلها بدك تنتبهولها بشكل كامل حاول إذا بدك تأخذ قرض أنك أنت يعني تحاول أنك تشوف حالك أنت بتقدر توفي بهذا القرض ولا لا وبرضو في نفس اللحظة إذا بدك تعطي قرض بدك تشوف أنه هذا الشخص رح يوفي في هذا الأمر ولا لا وأنا ما بنصح بكفالة أي شخص أو أنك تداين أي شخص بفلوس بالفترة القادمة وبرضو بزيد طيشك وعصبيتك وممكن تسمع خبر سيء عشان هيك برضو بدك تتجنب التنقلات بسرعة أو بعصبية أو بانفعال أو بدون تركيز برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا هنا منحكي نحن عن بيت الشراكة معناته صعوبة في التفاهم مع الشركاء سواء شركاءكم بالعمل أو مع خلافات ونزاعات مع شركاءكم أو مع زوجاتكم فعشان هيك بتكونوا حذرين من العصبية وردات الفعل لأنه ممكن تصير خسارة في علاقة أو تنتهي علاقة بسبب سوء التفاهم أو عدم القدرة على إقناع الطرف الثاني أو أنه الطرف الثاني ما بيقدر يتجاوز الخلاف فعشان هيك نحكي صعوبة في التفاهم برضو ركزه بشكل جيد برج الأسد بالنسبة لموليد برج السرطان الأسد طبعا هذا البيت السادس يعني الصحة والعمل وخاصة مع الزملاء الصحة طبعا بما أنه البيت السادس وعطارد معناته الجهاز العصبي أو العضلات اللي هي مراكز القوة في جسم الإنسان هي هاي أكثر شيء بيكون في ضعف في الفترة القادمة خصوصا القولون المعدة هاي المناطق اللي فيها الأعصاب هي المناطق اللي بتكون أكثر حساسية وبرضو بالعمل ما تتغيب عن عملك ما تتخلف عن عملك وما تدخل بأي مشاكل مع زملائكم لأنه هاي الفترة فيها نوع من أنواع التوتر في علاقاتكم مع رفاق العمل احذروا من الأغلاط الناجمة عن عدم الانتباه برضو بالعمل برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا هذا البيت الخامس يعني العلاقة مع الأحبة العلاقة مع الأولاد وهذا الشيء بيجعلك متردد ومتقلب وحاد الطباع ويتحاول تفرض سلطتك أو بيبلش الشكوك والوسواس والأمور هاي تشتغل في راسك باتجاه الأحبة والأولاد فعشان هيك بدك تضبط أعصابك حاول أنك ما تأخذ في شكوكك وفي نفس اللحظة ما تفرض سلطتك وحاول أنك تقلل من الترفيه أو الأمور اللي فيها مغامرات برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا هنا التركيز على الأمور البيتية والعقارية والعائلية فعشان هيك المشاكل بتصير إما أعطال في المنزل أو مشاكل عائلية أو ممكن يعني بعض الأمور الطارئة اللي بتتعلق بالعقارات وبيعرف محيطك نوع من أنواع التوتر بسبب سوء تفاهم وممكن تتعرض للإرهاق العصبي برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا هنا بتعلق هذا البيت بالنسبة لإلك بالسفر القصير داخل المدن تعقلات أعطال بالسيارات علاقتك مع الإخوة سوء تفاهم مع الجيران حدية بالطباع أو مشاكل معهم الوقت هذا غير مناسب لشراء سيارة بالنسبة لإلك أجله لأنه أنت أكثر المتضررين في موضوع السيارات بالفترة هاي ممكن تسمع خبر سيء بيجعلك متردد أو متحير وبيدفعك لاتخاذ قرارات متسرعة أو إفشاء أسرار فبدك تكون حذر في كلامك أو في مراسلاتك بالفترة القادمة حاول أنك تضبط عصابك برضو وما تتسرع أثناء القيادة برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا التركيز كله رح يكون على الناحية المالية من المصاريف الزائدة أو السرقة سرقة الأموال أو نصابين محتالين أو علاقاتك بالفترة هاي بتكون متوترة مع رفاق العمل وممكن ترتكب بعض الأخطاء وممكن ترتكب بعض الأخطاء في أراءك أو أحكامك فعشان هيك بر بدك تضبط عصابك وحاول قدر الإمكان إنك ما تأخذ بالشكوك حاول إنه ده ما كان دليل دامغ ما تحاسب حاول برضو ما تدخل بمشاكل زي ما حكينا مع رفاقك وهم إشي تدير بالك من الأمور المالية للمصاريف أو فقدان الأموال أو المحتالين واتجنب توقيع الوثائق المهمة دون تفحصها برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا التراجع رح يصير عندهم فبدهم خلال فترة الثلاثة سبيع القادمة إنهم يحافظوا على سمعتهم على إنجازاتهم القائمة لأنه رح يكون فيه نوع من أنواع التشتت الذهن هم أكثر الأشخاص المتضررين من هذا التراجع رح تشعر إنه فيه نوع من أنواع الإرهاق أو الإجهاد بسبب عصبيتك وتلهفك وسرعتك وانفعالك فعشان هيك بدك تنتبه من هاي الأمور اللي ذكرتها وتتجنب اتخاذ القرارات المهمة عند التنقلات بدك تركز بشكل جيد بدون انفعال بدون عصبية حاول أنك ما تزيد السرعة أثناء القيادة وانتبه من المخالفات والأعطال للسيارات والفترة هاي ممكن تسمع أخبار متناقضة وتعيش بأوهام بسبب هاي الأخبار برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا هم أكثر الضغط رح يكون عليهم لأنه هنا الشمس في بيت المتاعب الزهرة في بيت المتاعب عطارت بده يتراجع في بيت المتاعب وبرضو في بيتهم الخامس المريخ بيتراجع فضغط كبير رح يكون على موليد برج الدلو هنا بدهم ينتبهوا أثناء التعامل مع المؤسسات الكبيرة اللي هي مستشفيات أو سجون أو شركات دولية بدهم ينتبهوا على حسب حق الإختصاص وما خصوصا اللي بيشتغلوا في المجالات الثلاثة هذول اللي أنا ذكرتهم لأنه المشاكل رح تكون بوحدة منهم ممكن تتعرضوا الباقي موليد برج الدلو يتعرضوا لكلام بسيئلهم أو لإفشاء أسرار بتخصهم أو تتعلق فيهم أو ابتزاز أو تهديد أو أشياء من هذا القبيل فلا تهتموا له كثير نقبطوا عصابكم وردات فعلكم وبتنحل الأمور لحالها من تلقاء ذاتها بدون ما تدخل بأي مواجهات برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا التركيز كله بكون على النشاطات الإجتماعية على الصداقات فعشان هيك بدك تنتبه إذا كنت مدعو لحفلة أو مناسبة لا تأخذ بحساسية نظرات الناس أو تحلل إنو هدولة مش حابيني مش طايقيني حاسديني ابصر شو بتكلموا علي هاي كلها رح تجتمع في راسك مرة واحدة فمن خلالها بتصير المشاكل وردات الفعل السلبية أو العصبية هي اللي بتخرب كثير من الأمور وبرضو ممكن تعرف علاقاتك وصداقاتك بعض التوتر فممكن تنتهي علاقة صداقة أو تنكشف بعض الصداقات الزائفة أو يوعدك أصدقاء بشيء وما يوفو فيه فبدك تكون جاهز لكل هذا الكلام اللي أنا ذكرته هيك تكون انتهينا من هذه الأخبار الفلكية باتمنى أن كل اللي ذكرته ما يصير وفي النهاية بقول والله أعلم يا رضى الله وارضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء